استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة داخلية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول عقدت الوزارة ورشة عمل للعاملين بوزارات الخارجية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولي والجهات القضائية للتوعية بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات الهدامة ومخاططات إسقاط الدول تواصل الوزارة تنظيم ورش العمل التدريبية في هذا الإطار حيث عقد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية السادسة والعشرين تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخاططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الدولي استمرت فعليات ورشة العمل على مدار خمسة أيام بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين وتناولت مفهوم حروب الجيل الرابع وأليات هدم الدول من الداخل عن طريق بث الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية وكيفية مواجهتها كلمنا كمان عن أبعاد الأمن القومي المختلفة وإزاي كل بعد من أبعاد الأمن القومي أو كل مجال من مجالات الأمن القومي ممكن أن يتأثر إيجاباً أو سلباً في تطبيقات الزكاء الاصطناعي المحاضرات أنا شايف أن المحاضرين أثرونا فعلاً بالأفكار وبالمعلومات اللي ادهلنا كنت أعرف مصطلح مخططات هدم الدولة ولكني ما كنتش عارفة إيه بالضبط دور الجهاز الحكومي ودلوقتي بقى عندي صورة كاملة واضحة لهذه المخططات واللي قدر أن نقلها بصورة مضبطة بالضبط للزملائي في جميع الوزرات مصر أمانة في إعناقنا جميعاً فواجب علينا أن نجعلها فوق الرأس وأمام الأعين وأن نبذل في سبيل الحفاظ عليها كل غال ونفيس وهذا كله لن يكون إلا من خلال الوعي الوعي في المجتمع المأمون حتى تتكاتف كل الجهود لكي نكون جميعاً يداً واحدة نبنيها ونشيدها ونعمرها ونحافظ عليها وندفعها دوماً إلى الأمام وقد أشادت الكوادر الإدارية بورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية والتي تسهم في رفع الوعي لديهم وتعرفهم بمفاهيم جديدة وتضفي إليهم معلومات تساعدهم على تصدر محاولات الهدم والتشكيك بشكل احترافي بشكر مركز البحوث على الدورة العائعة دي والدكاترة فعلاً كانوا على مستوى علي جداً من الثقافة والمعرفة استفدت جداً منهم النهاردة هذه الدورة المقدرة أنا سعيدة بيها جداً لأنها فعلاً بتمس كل إنسان مصري عايز يعرف كثير عن بلده وعايز يطمن إن مصر فعلاً لها رجال بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها كل حد عليه دور وعليه عبء إنه هو اللي استفادوا واللي تنقلوا إنه لازم ينقلوا في محيطه كمواطن وكادر حكومي وزارة الداخلية في الوقت الحالي يعني بنحب نشكرهم جداً إنهما بدأوا يرفعوا الوعي لنا كعملين بالجهاز الإداري للدولة على أساس نبقى نقدر نواجه كافة المخططات لتواجه الدولة كمان تأتي ورش العمل هذه إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية رفع الوعي المجتمعي بخاصة لدى الكوادر الإدارية بالدولة لتحصينهم فكرياً لتصدي لمحاولات إسقاط الدول بالشائعات والأفكار الهدامة دورات تدريبية تنظمها وزارة الداخلية بصفة مستمرة لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات والتشكيك في الثوابط الوطنية ما يؤدي إلى تشكيل حائط صد مجتمعي ضد تلك الشائعات عبدالله بركات التلفزيون المصري